الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاق بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بالنبوة والإمامة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة مباركة زاكية نامية إلى قيام يوم الدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال العزيز الحكيم في محكم كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش في هذه اللحظات وفي هذه الساعات وخلال هذه الحلقة نعيش معكم في رحاب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مولى المتقين وأمير المؤمنين وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعيش في رحابه في رحاب علمه في رحاب شخصيته في جهاده وفي معالم دولته العادلة لقد ورد عن رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني وقد ورد أيضا في الأثر أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من هذا المنطلق نحن أتباع مدرسة أهل البيت صلى الله وسلم وعليهم أجمعين نتبع عليا كقيادة وكخليفة لرسول الله وكإمام مفترض بعد رسول الله نعتقد به بأنه هو الخليفة بالحق أوصى به رسول الله بل أوصى به البارع عز وجل أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات متعددة ومختلفة ونحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نستحضر وأن نستوعب كل ما ورد في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غديرهم وهو يرفع بيد علي مناديا ويهتف بالمسلمين من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله في موارد كثيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف علي بن أبي طالب للناس علي مع الحق والحق مع لي أفقهكم علي أعلمكم علي علي مع القرآن والقرآن مع لي في مناسبات متعددة ومختلفة نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية دعوته منذ أن كلفه الباري عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين منذ تلك اللحظة بدأ يبين ويوضح أن الخليفة من بعده أن الإمامة من بعده أن القيادة من بعده تتمثل بعلي بن أبي طالب لماذا؟ لكي يتم الحج على الناس لماذا؟ لكي يبين للناس أنه أبداً ما يترك الأمة بدون وصي ولا يمكن رسول الله وحاشاه بعدما قام بتربية هذه الأمة ونصح ما نصح وأمر ما أمر وتحمل ما تحمل وأوذي من أجل هذا الدين اللحظ رسول الله ليس من المنطق أن نفهم أنه يترك الأمة بلا وصي بلا قائد هذا لا يمكن استيعابه بشخص عادي بقائد عادي فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الذي يتمثل فيه القيادة الدينية والقيادة السياسية والإمامة لا يترك هذه الأمة لا يتركها بلا راعي من هذا المنطلق ما من مناسبة في الحرب وفي السلم وفي أي قضية كان يعرف الأمة ويخلق لدى الأمة موجات توعوية في أن القائد من بعده الإمام من بعده يتمثل بعلي بن أبي طالب سأعطي الراية غدا لكرار غير فرار سأعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار ضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد أن يبلغ القرآن للأمة أن يسلم سورة البراءة نعم إلى شخص لم يوصي به السماء ابتداء به أن يبلغ كان حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمجريات العادية يمكن يعطي إلى أحد أصحابه هذه السورة سورة البراءة ويبلغ هذا الشخص من أصحاب رسول الله يبلغ المسلمين بما جاء في هذه السورة وإذا الوحي ينزل أنه يا رسول الله لا يبلغ هذا القرآن إلا أنت أو رجل من أهل بيتك ولذلك أرسل على الأول أبو بكر وأخذ منه وأخذ منه هذه السورة وأعطاها إلى علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الشرعية في علي لأن الإمام في علي لأن القيادة عند علي بن أبي طالب من هنا أعزائه نحن عندما ندعي ونحن على بصيرة من أمرنا ونحن على يقين من أمرنا أن هذه القضية قضية حساسة قضية خطيرة قضية مستقبل الدين مستقبل الإسلام لا يمكن لدين لا يقوده قائد لا يمكن لرسالة يغيب عنها القائد أبداً لا يمكن يغيب عنها فترة ففترة بأي شكل من أشكال إلا لحكمة بالغة من هنا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين للأمة أن القيادة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لكن هل التزموا بما أراد منهم رسول الله؟ هل خضعوا لرسول الله؟ أبداً بل قالوا إن الرجل لا يهذي بل أنهم لم يقدموا له قرطاساً لكي يكتبوا الوصية في آخر حياة وفي آخر لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يوصي لكن الحزب المنحرف الشخصيات المنحرفة الشخصيات التي كانت تدعي أنها قريبة من رسول الله كانت تتربص برسول الله الدوائر كانت تتآمر على رسول الله كانت هذه العصابة تنتظر رحيل رسول الله نعم حتى يأخذوا الخلافة والقيادة من أهلها من علي بن أبي طالب وسرعان ما أخذوها تآمروا في السقيفة فبالرغم من ما أصابت الأمة من رزية يوم الخميس بأنهم لم يستجيبوا حقيقة لوصية رسول الله لما أراد منهم رسول الله بأن يترك لهم وصية نعم نلاحظ أنه أيضا تخلف عن جيش أسامة هنا يخالفون قوض رسول الله في عملية الالتحاق بجيش أسامة هنا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحضروا له قرطاسا نعم لكي يكتبوا الوصية هنا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بقيادة علي بن أبي طالب ماذا أصابت هذه الأمة إذن معنى ذلك أن هناك الكثير من أصحاب رسول الله ومع الأسف الشديد لم يؤمنوا إيمانا حقيقيا دخلوا الإسلام لمصالح خاصة وكانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم يتربصون به الدوائر حتى تتاح لهم الفرصة وعملوا عكس ما وصاهم رسول الله عكس ما أراد منهم رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أهل بيتي الله الله في أهل بيتي لكن ماذا صنعوا الذي صنعوا أنه جاءوا إلى بيته إلى بيت ابنته إلى بيت عزيزته إلى بيت الزهراء إلى أم أبيها إلى بضعة رسول الله كما ورد عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حقها فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني جاءوا إلى هذه البضعة الطاهرة إلى امتداد رسول الله إلى الزهراء العظيم الكريمة وأحرقوا بيتها وأخذوا عليا لذلك يوم نادت فاطم وأبتاه أسقطوا مني جنينا محسنا وتلا ذلك سحب المرتضى بحبال الغدر من أهل العدى اجتمعوا ضد رسول الله في أهل بيته ولو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم بأذية أهل بيته لم ازدادوا على ما صنعوا وما فعلوه تعسن لتلك الأمة التي خالفت أوامر نبيها ورسولها وتعسن لأمة لم تعرف قيمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من تلك اللحظة ومن تلك الساعة ومن السقيفة بدأت المظلومية على أهل البيت صلى الله وسلم وعلي بن أبي طالب أول من دفع الثمن دفع الثمن جاءوا إلى بيته أحرقوا بيته وضعوا النار أمام دار أمام منزله أحرقوا الدار اقتحموا الدار نعم وأخذوا علي بن أبي طالب إلى المسجد ليبايع كرخا وظلما وكادوا أن يقتلوه ولا ناصر ولا معين له إلا بعدد الأصابع من هذا المنطلق أستطيع أن أقول أن الأمة التي كانت تدعي أنها قد التزمت أو آمنت بالإسلام مجموعة كبيرة الثاقلت إلى الحياة الدنيا التزمت من طامع الدنيا لأنهم يعرفون عدل علي يعرفون أن علي بن أبي طالب لا يهادن لا يقوم بمساومات سياسية علي بن أبي طالب يريد الخير يريد المساواة ينصر الفقراء ينصر المحرومين لكن هناك طبقة نعم هذه طبقة لا ترق لها أن ترى عدل علي أن ترى حقيقة ما يقوم به علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم بالمساواة بين المسلمين وبذلك المظومية التي وقعت على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت ابتداء من علي بن أبي طالب من بيت علي النار التي أشعلوها على بيت الزهراء هي النار التي امتدت في يوم عاشراء نعم الأحقاد البدرية والحنينية هي التي امتدت لتختال الإمام الحسن وبقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وإجمعين ولذلك عزائي ينبغي أن نكون على وعي وعلى بصيرة وعلى علم وعلى دراية بأننا ننتمي إلى إمام عظيم قد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا أن نكون مطيعين له تابعين له ملتزمين بأوامره نسير على هداه في موضع القدوة والأسوة حتى لو أن البشرية افترقت كلها عن علي نحن لا نفترق طبقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واد آخر فاستكو الوادي الذي سلكه عليه علينا إذن أن لا نستوحش في طريق الهدى لقلة سالكيه نعم صحيح بعض أحيان نعاني من مظلوميات واضحة وضغوطات سياسية ومحاربة عقائدية من خلال القنوات من خلال الشخصيات المأجورة الأموال التي حقيقة تصرف لمحاربة علي وأهل بيت علي ولمحاربة الدين والإسلام لكن علينا أن نزداد إيمانا قوة صبرا على الدين الصحيح وعلى الانتماء الصحيح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة